بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه من أفضل الأبواب التي يفتحها الله سبحانه وتعالى على عباده باب التوبة وهو أول الأبواب وأوسطها وآخرها إذ من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الباب مفتوحا للمزنب والعاصي أن يقبر على الله سبحانه وتعالى تأن الله سبحانه وتعالى مدح عباده وأمر عباده بالتوبة وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وسن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه القدس وهو سيد التائمين وسيد المستغفرين قال إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مر في رواية أكثر من سبعين مر فحاجتنا نحن إلى التوبة وإلى العودة إلى الله عز وجل خصوصا ونحن في مواسم الخيرات في موسم تفتح فيه أبواب الجنان تغلق فيه أبواب النيران تصفد فيه الشياطين فأقبل على الله سبحانه وتعالى عد إلى الله سبحانه وتعالى اجعل هذه البداية وهذا الشهر بداية إلى العودة إلى الله بداية إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى ومن المقولات التي يقولها أهل الله سبحانه وتعالى أن التخلية تكون قبل التحلية أنت مقبل على هذا الشهر أقبل بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تجعل لنفسك أنك تيأس لا عد إلى الله وتوب إلى الله ولنا في حديث قاتل المئة والحديث في صحيح البخاري أن رجلا زهب إلى عابد وقتل تسعا وتسعين نفسها قال هل لي من توبة؟ قال ليس لك من توبة ثم ذهب إلى رجل عالم فقال هل لي من توبة؟ قال ما الذي يمنعك أن تتوب إلى الله؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ثم في الطريق مات هذا الرجل اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الشاهد أن بعض العلماء قالوا أنه أومأ بقلبه إلى أرض الخير فاومئ بقلبك إلى العودة إلى الله لا تيأس لا تلتفت إلى من يقول أنك تعبد إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان فقط لا اجعل هذا الموسم إقبال على الله سبحانه وتعالى موسما أن يكون لك زاد من هذا الشهر إلى بقية السنة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الموسم موسم خير وبركة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وأن يرزقنا التوبة الصادقة النصوح إنه ولي ذلك والقادر عليه وكل عام وحضراتكم بألف خير